اشتركوا في القناة فيهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدور ولاد صغار والشجرة صارت عيد والعيد شواره بإيد والإيد اتعلق عالشجرة غنية وعنائد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينو ناس صوت شراص عبت من بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت أولادة يا بشرات وبترى الحق بشتير يمغارة كل بيوت تلمع مثل اليقوت كنت جبتي عن دار تلجش رايت وإمان كين اللي جاير بعيد عمير الشموعيد تقق بواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينو ناس صوت شراص عبت من بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت أولادة يا بشتاد وبترى الحب جديد ورجعنا مكملين معاكم بدنيا دنيا وهلأ بدأ نحكي عن هاد الأغنية اللي إلنا عم نسمعها وعم نشوفها على مدى الحلقات خلال دنيا دنيا اليوم فيكتوريا المخرجة لهاد الأغنية لح تخبرنا أكتر عن تفاصيل وأكيد الدكتور عبدالسلام قبلات مدير مسرح شمس أيضا موجود معنا صباح الخير أبو حلو أهلا وسهلا فيكم إحنا كل هذا الموسم دنيا دنيا باستمرار بنعرض هاي الأغنية فإحنا كتير سعداء اللي نشوف مين اللي اشتغل وأخرج هذا الجمال والبراءة والفرح كله لما إحنا بنسمع هاي الأغنية فأحكي لنا عن قصة جنجل بيلز وفكرة إنه الأطفال يجوا يغنوا وكيف طلعت معاك هاي الفكرة هي مدة الأغنية أربع دقايق نعم كل هالكلم صح أربع دقايق عشان هذا أغنية جنجل بيلز أغنية تبعا مشهورة أمريكية وهذا فكرة تيجي أنا بدي أعمل بالطريق أردني خصوصا مع طولاب مع أولاد صغار ومالعبس أردني أخشان أنا أحب أردن كتير حلو طيب و أخشان هيك في كلمات بالأنجليزي وفي كلمات بالأردني نعم وموسيقى وانتي أخرجتها وانت شتيها وكلو كل شيء من بداية لنحاية ودي أخذت وقت والله بصرخة ممكن ثلاثة شهور ثلاثة شهور بين التلحين وتغيير الكلمات أو تعمل كلمات عربي إنجليزي أخذت كلمات إنجليزية أغنية مشهورة لبنانية فيروز فيروز طبعا لكن موسيقى وإخراج أخذهم هذا وقت موسيقى لأنه يعني أرجعت عادة توزيع بالضبط حقيقة يعني هاي الأغنية دول كل التلفزيونات دول العالم تقريبا بشهر 12 تتردد مئات المرات إذا مش ألف المرات بالشوارع بكل أماكن طبعا الأغنية هي وجوها يبعث الفرح أكيد إحنا بنستجو بس نحطها بنهيس بنهيس عليهم طيب دكتور حيني أنا تبعت مع بكتوريا من بداية كانت تشتغل على الموضوع صحيح إنه بفعل بذل الجود إنه لأنه هاي الأغنية مش موجودة بالعربي بالطريقة هاي فيديو صغير بيعيدوه في التلفزيونات بيظلو يذكر الناس بعيد الميلاد يذكر الناس برأس السنة إنه راح تبلي السنة جديدة بأمل جديد وهي إيش مهم جدا يكون عندنا فيديو زييك فيه خصوصية أردنية أنا عشان هيك قلت لها إنه تغيير الكلمات وكل هذا جنجل بلز بنسمعها من إحنا وصغار أول أغنية بالمدارس بنحفظها على الأعياد ولكن إعادة توزيعها وتغييرها بنسخة أردنية بنسخة أردنية طبعا هذا كان إشي جميل جدا صحيح طب حكيتنا دكتور عن الفعالية اللي راح تصير كمان بمسرح الشمس والكريسمس كونسرت اللي راح يصير يعني صحيح مسرح الشمس يعني كنا نبحث عن برنامج قبل رأس السنة نعمله لحفل موسيقي استثمرنا نشاط بكتوريا في هذا المجال على جميع الأصعد نشيطة حقيقة تؤمن بالعمل الفني بالموسيقى وإلى آخري ففي أنت مجموعة من الأطفال اللي هي اشتغلت معهم بالموسيقى عن التعديم وبشكل عام نعم راح يعزفو هي راح تعزف على البيان تكون في وسامة بيلا الفنان وسامة بيلا راح يكون بتقديم العمل زي سانتا كلاوس بابا نويل آه أوكي بس هو هو الحفل موسيقي خنائي عائلي آه ومتنوع في في من بمثال في في أوبرا آه وفي فرقة أوبرا وفي فرقة بليه تمام وفي عزف موسيقى موسيقى كلاسيكية نعم متنوع لمدة ساعتين متواصلات دعوة عامة بقيادة بكتوريا بليسكا وتقديم وسامة بيلا آآ تنوع حقيقي ممتع جميل بتمنى انه يعني يكون آآ يكون في الناس يشوفوه كلهم يكونوا في حضور كويس برعاية آآ وزير آآ معالي وزير التقافى الدكتور محمد أبرمان نعم آآ آآ اليوم راح يكون الساعة السادسة ستة ونص ستة ونص الساعة ستة ونص مسرح الشمس نعم آآ مقابل وزارة الصناعة والتجارة أكيد اللي هو سينا من الكونكورس سابقا سابقا نعم الدعوة عامة دكتور ولا بدعوات خاصة بلا هي آآ الدعوة بتذاكر يعني مسرح الشمس بتذاكر نسعى دائما نعيد تقاليد المسرح صحيح ان الناس يروحوا آآ يعني يشتروا تذكرة طبعا طبعا بهذا تقاليد المسرح نحاول نعيدها نحاول نقدم الناس اللي بيحبوا المسرح بيحبوا الفن بيحبوا الموسيقى في مسرح الشمس ونزعيدين انه فيكتوريا معنا نعم وفيكتوريا انتي مخلصة ماجستير بالموسيقى بالموسيقى وبتدربة هذول الأطفال نعم على صوت وإلقاء وتمثيل وبيانو وبيانو تمام آه تمام وكم سنة لك بالأردن عشر سنوات عشر سنوات قلبي أردني خبيثي طيب احنا طبعا مبسوطين فيك وحكي لنا ايش في عندك مشاريع تاني يعني انتي بالإضافة لشهادتك الماجستير بالموسيقى انتي كمان ممثلة ومخرجة بدنا نعرف اكتر ايش في بالك لأدام بشو عم بتفكري تعملي اش جديد في مشروع في المستقبل مع أولاد ان شاء الله من شاء الله عيد استقبال عيد الاستقلال عيد الاستقلال اوكي نعم باشتغلك شان خدم نعم وكل بياخد وقت وانا هون بس استوقفني موضوع حضرتك عم تحكي فيه دكتور عبد السلام واللي هو إحياء العادات والتقاليد المسرحية الحلوة الجميلة اللي منحبها وهذا كتير نقطة كتير مهمة وبعتقد بده شغل كتير لحتى نرجع نعود الناس ونعود أطفالنا انهم يروحوا يحضروا مسرح بالمسرح يتفاعلوا مع المسرح يكونوا جزء كمان من المسرح فعم بتشوف فيه إقبال من هالجمهور والله صارنا تقريبا سنة مفتتحين مسرح الشمس نشوف انه فيه تطور نعم صعيد الجمهور صعيد الناس اللي بيعرفوا المسرح والآخرين قاعدين نشتغل بشكل يومي عشان بالفعل يحتل المسرح المكان اللي لازم يحتلها طبعا بأي بلد يسعى انه يكون على الخط الحضاري ضحيح ضروري جدا فيه مشاكل يعانوا الناس يعانوا مشاكل كثيرة فالإحساس الجمالي لازم يكون شوي شوي تربع عندهم من الصغر عشان هيك التقاليد المسرحية المسرح لما يكون إنسان بنضايق بتعبان والآخرين بغض النظر شو المشاكل يتواجون كانت عاطفية ولا اقتصادية ولا سياسية ولا غيرها ممكن يجي على المسرح صحيح ممكن يوخذ يوخذ جمال إحساس جمالي لازم دائما نتشرب الجمال ونتعامل مع الفن حتى نقدر إحنا ترتب علاقاتنا مع الأشياء المحيطة فينا رتب علاقاتنا مع بعض وأيضا فكرة المسرح طبعا مسرح الشمس حين نحاول نسعى أن يقف إلى جانب الناس بمختلف قضاياهم ممكن عندنا عندنا مسرحية تدفع تدفع تأكي عن الناجي الاقتصادي القضايا الاقتصادية ومنوع طبعا المسرح طبعا في عندنا مبارح عرضنا مسرحية الحاكم مسعود مسرحية سلالم يعقوب في عندنا اكتشافات العلمية وفي إضاءة وتقنيات بصرية وإلى آخره فمنوع الأشياء المختلف في الأذواق الجمهور وإن شاء الله نقدر نحقق هاي النتيجة إن شاء الله إن الناس بيكون عندهم خيار آخر يصير في عندهم عادة المسرح أيوة خيار آخر غير خيار المقهى أو خيار الأبسر وين الأرقيلة الأرقيلة وينو يقول لك أرواح هنا لدينا ثقافة المسرح وإحقرام المسرح وأهمية المسرح كمان طيب خلينا بس هيك سؤال حبي على الصعيد الشخصي يعني أعرف هلأ صار لك عشر سنين بالأردن شو عجبك بالأردن حبيتي أكتر إشي تكاليت تكاليت جاو خالو ناس حدا أنا عشوف هذا جنة وإش حسيتي إشي بيشبه أوكرانيا بالأردن كثير أشياء اختلاف لا بيشبه مش اختلاف آآ آآ بيشبه إيش في أشياء مثلا تشبه عدادكم بأوكرانيا يعني مثلا بالعداد أو بالنمط الحياة أو بالأكل أو بالأكل آآ أكل طبعا إحنا لازم بأكل كثير في أشياء حبيتي منصف طبعا طبعا منصف عدد عشر سنين طبعا آآ بيشير حديث كنا نحكي قبل شوية هي بتعتقد أنه هي مبسوطة كثير في الأردن طبعا واضح أنا حاولت خالفها شوية بس ما شعر بس ما مضبطش الموضوع ما بنقدر إحنا بنحب الأردن شو ما كانت نعم بكل ظروفها بكل إشي بنمر فيه بلدنا وبنحبها أكيد وأهلا وسهلا فيك دائما وأبدا أهلا وسهلا شكرا جزيلا لإلكم يعطيكم ألف عافية بكل التوفيق بدأ نذكر أنه اليوم الساعة السادسة والنصف في مسرح شمس رح يكون فيه كونسرت اللي هو كريسمس تالينت كونسرت لكل أشخاص اللي حبين أنهم يعيشوا أجواء العيد أكيد ممكن يتوجهوا على مسرح شمس ليلة عيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد زينونا صوت الشراز عبت من بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد صوت ولادة يا بشتاد وقتر الحق شديد يا مغارق